للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الآن مباشرة عبر شبكة اسكايب من لوس أنجلس في كاليفورنيا الدكتور مجيد رافي زادة أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفر دكتور زادة برأيك إلى أين يمكن أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران وأيضا رد إيران قبل قليل بالمعاملة والرد بالمثل أعتقد أن التوقيت هام للغاية لأن الرئيس ترامب تولى منصبه مؤخرة وتم توقيع هذه العقوبات وإيران تنظر عليها لأنها تهديد إدارة ترامب أيضا ترسل رسالة بأنهم لن تكون مثل إدارة أوباما ولن تستمر في سياسة الاسترداء بل ستأخذ مواقف متصلبة تجاه إيران إذا قامت إيران باتخاذ سلوك معين أو قامت باختبار صواريخ باليستية العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد الإيراني كثيرا لأنها تستهدف بعض الأفراد والشركات وليس الحرث الثاوي الإيران وسط هذه الرسائل المتبدلة ما مصير الاتفاق النووي في عاهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعتقد أن إدارة ترامب ذكرت أنهم لن يتراجع عن الاتفاق النووي حتى تقالفه إيران فعلينا أن ننتظر نرارة هل إيران ستستمر في الامتثال للاتفاق النووي أم لا ولكن هذا الخطاب المتصاعد والعقوبات ضد إيران لن تؤثر على الاتفاق النووي لأن الأمران منفصلان العقوبات تعلق بالاختبارات الباليستية وليس الاتفاق النووي ولكن إذا استمر للتصاعد الخطابي قد يؤثر ذلك على جعل إيران تتخذ قرارا بالانسحاب من الاتفاق النووي ساعد اللهجة الخطوية كيف تقرأ تحذيرات الرئيس الأمريكي لإيران من خطورة اللعب بالنار هل هذا يعني أن هناك إجراءات عسكرية محتملة ضدها خصوصا بعد إعلان الترامب لا شيء مستبعد لا أظن أنهم سيقفز أحد الحل العسكري هو قال أنه ليس مستبعد أو لا شيء مستبعد ولكن لا أظن أن هذه العقوبات ستؤدي مباشرة إلى حل عسكري أو عمل عسكري ولكن إذا استمرت الخطاب التصعيدي من إيران وأيضا الخطاب التصعيدي من واشنطن يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية للغاية وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من المواجهات بين البلدان مسؤولون في الإدارة الأمريكية أشاروا اليوم إلى أنه من الضروري الرد على الإيرانيين على مستوى مناسب من أجل الضغط لتغيير تصرفاتهم بشكل عام ما رأيك باستراتيجية الإدارة الجديدة وهل يمكن أن تحقق هدفها على المدايين القريب والبعيد إلى حد ما أعتقد أنها ستكون فعالة لكن إذا نظرت إلى لغة جواز ظريف وحسن روحاني إنهما بالفعل تراجع قليلا واستخدم لغة أكثر دبلوماسية وهذا يرسل رسالة إلى إيران بأنها لا يمكن أن تختبر صواريخ باليستية دون المشاورة مشاورة مجلس الأمن الدولي سيغير ذلك سلوك إيران قليلا ولكن ليس بشكل جدري دكتور مجيد رافيزاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفرد حدثنا عبر سكايب من لوس أنجلس شكرا لك